مميلينا الآن من القدس مراسل العربي أحمد دروشة أحمد أهلا بك لو تجمل لنا آخر التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية فيما يخص سواء المفاوضات أما انتهاء المهلة التي قدمتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل تقديم تقريرها وكذلك التهديدات ونسق التهديدات المتصاعد بعملية عسكرية في رفح سونيا نبدأ من التطورات الميدانية جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في منطقة حي الزيتون شرقية مدينة غزة هنا من خلفه فجر عردا من المباني ورأينا صحب الدخان وهي تتصاعد من المباني التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية العسكرية مستمرة منذ أكثر من أسبوع في هذه المنطقة وهدفها المعلن بحسب ما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي هو القضاء على قدرات حركة حماس وعلى بنيتها التحتية سواء فوق الأرض أو تحت الأرض تشهد هذه المنطقة معارك دارية أدت إلى مقتل أكثر من جندي إسرائيلي وإصابة عدد منهم خلال الفترة الماضية بحسب الإعلانات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نسمع بين الفينة والأخرى أصوات قصف مدفع إسرائيلي ولو أنه يأتي من مناطق بعيدة نسبيا أبعد من حي الزيتون إلى الجنوب ربما يستهدف في جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية الوسطى لقطاع غزة بالمدفعية الغزيرة أحيانا بتفاوت بين ساعة وبين أخرى اليوم يفترض أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مساعدات إنسانية إلى شمالية قطاع غزة هذه الشحينات تأتي من الأراضي المصرية تخضع لتفتيش قوات الاحتلال الإسرائيلي إما في معبر العوجة الذي يفصل بين إسرائيل وبين شبه جزيرة سيناء المصرية أو في معبر كرم أبو سالم من هناك ستسير في غلاف غزة وستدخل إلى شمالي القطاع للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب مباشرة من غير الواضح لمن سيسلم الاحتلال الإسرائيلي هذه المساعدات الإنسانية ادعى أنه سيسلمها لجهات محلية داخل قطاع غزة من غير الواضح ما هي هذه الجهات المحلية التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي ومن غير الواضح أيضا إن كانت قد دخلت إلى قطاع غزة أو لا علما بأن هذا الإدخال اليوم كان سيعتبر تجريبيا وبناء على التطورات البيدانية وما سيحدث وهل ستصل شاحنات المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يجب أن تصل إليها بالتالي سيبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعميم هذه الطريقة على ضوء الانتقادات الواسعة التي وجهتها محكمة العدل الدولية للاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع تنتهي مهلة الشهر التي حدرتها المحكمة العدل الدولية لإسرائيل لتقديم ردها على الإجراءات التي فرضتها عليها إسرائيل بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس في صباح هذا اليوم سترد بشكل مقتضب على محكمة العدل الدولية ستدعي إسرائيل وستزعم أنها تلتزم بالقانون الدولي وستزعم أيضا أنها تزود قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية إلى كافة نواحي قطاع غزة بالتالي سيعمل الاحتلال الإسرائيلي على الأقل قبل نهاية هذا الأسبوع على إدخال مساعدات إنسانية بصورة مباشرة إلى شمالي قطاع غزة من أجل أن يدعي أمام محكمة العدل الدولية أنه يدخل مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة من غير الواضح أيضا عدد الشاحنات التي ستدخل إلى شمالي القطاع ضبابية كبيرة تحيط بهذه العملية العسكرية لكن الاحتلال الإسرائيلي وسع خلال الفترة الماضية من حديثه عن إمكانية إدخال مساعدات إنسانية إلى شمالي قطاع غزة مباشرة على ضوء الأزمة الإنسانية الخانقة في هذه المناطق نتحدث عن مناطق فيها عدد كبير من السكان مئات ألاف الفلسطينيين فيها أزمة إنسانية خانقة مدينة غزة أو ما تبقى منها بالإضافة إلى بيت حانون، بيت لاهية، جبالية كل هذه المناطق ترزح تحت أزمة إنسانية خانقة جدا بالكاد يعثر الفلسطينيون هناك على الطحين أو على غيره من المستنزمات على المياه النظيفة وما إلى ذلك والاحتلال اليوم فقط بعد أربعة أشهر أو قرابة خمسة أشهر من العدوان المتواصل على قطاع غزة يفكر في إدخال مساعدات إنسانية مباشرة إلى شملي القطاع، سونيا شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة مرسل العربي كنت معنا من غلا في غزة شكرا أحمد